نعم، ما زال هذا في مضامين تعديل القانون هذا فيه إشكالات كثيرة لابد أن تعالج نعطيك مثال، يعني مثال الآن الإمام اللي عنده دكتورة قالوا هو دكتور ومشي دكتور دكتور وعلاش الوظيف العمومي دير مستويات تأهيل يعني كل شهادة يقابلها تصنيف معين الماجستير يقابلها 14، صنف 14 الدكتورة في التعليم العالي يقابلها تصنيف يسمه خارج تصنيف فوق نديسات، فوق 17 في قطع شؤون دينية قال لك نديروهم في 16 يعني ومي من جبتوا هذه المقاربة هذه هذه مقاربة دير اسمها كيد بيميكيالين وذا نيبغي، مفروض نكونوا نقاع وظيف عمومي نعطيك مثال آخر ترقية في الدراجات فيها أنماط، فيها النظام البطيء والسريع والمتوسط في التعليم العالي قال لك عيب باش نرقيم أستاذ جامعي في النظام البطيء لمدة ثلاث سنوات ونصف، مشي طلع دراجة قالت عيب نحيوها، نحاوها في قطع التربية مشوا نفس الشيخ نحن أستاذ عيب باش نلقيه في النظام البطيء نحاول بطيء بقاتلهم السريعة والمتوسطة في قطع شؤون دينية ما زال آئمة يترقاوا في النظام البطيء لماذا نكونوش كما باقي القطاعات وهذا ما هوش مطلب غير مقدور عليهم بالنسبة لحركة النقل شوف هادية معضلة لنا عنا أئمة موظف وقيمين ومؤذنين يعني هو من أضرار يخدم في قلمة نهار يموت باباه كي يسمع بالموت باش يلحق يكونوا يدفنوه وكملو وما عندوش حتى يعني يعني يعطلوه ثلاثة ايام ثلاثة ايام يديها في الطريق تعال لي برك وقتش يقعد مع والدي هم ماليه وقتش يقعد يرجع كونجي شهر في العام وش يدربي يعني وش يحضر المناسبات وش يكون مع أهله وش يكون مع أولاد قعدنا كونجي شهر في العام معم قعدنا كونجي شهر في العام لكن تخدم فيه ولايتك انت مكش مشكلة اكت مع أهلك ومع ليش لكونجي باش تتخوص لكن زملاء كثير ميخدموش ميسكنوش هنا في العاصمة معلش معلش نوفوا ولايات ويسافروا ايه لكن لكن هذه المسافة الكبيرة هذه ومن بعد لهيه مكاش الظروف اللازمة يعني كين قيمين يعطوهمش سكن ومش مؤذنين قولو فوليت مرميذ تمرميذك حلا مع الأجر انا عتاقل بنت حالة المشكلة كنت كلمت لاليها مازال مازال انا فقطعنا ما كاش حركة النقل ما كاش قانون يضبط حركة النقل وش ولت ولت المدير بالنفحة هذا يقبل يحوله إلى ولايته وهذا ما يقبلش احنا قلنا لازم يكون هناك قانون يضبط بالأولوية اللي عنده أقدمية بزاف هو الأولى بالتحول إلى ولايته وليبقى في ولايته لابد أنه نقاوله امتيازات تغنيه بعض الشيء عن هذا البعد هذا وهذه الغربة نزيد لك لان احنا في قانون في الشيء عن دنيا مؤخرا يعني بعدما تلقينا احنا كنا نقابة مع وزارة العمل والحين على التعويض عن العمل في أيام العطل نحن نخدمه الجمعة نخدمه السبت نخدمه عاشورة نخدمه أول نوفمبر الخمسة جويليا العيد الكبير العيد الصغير كل الأيام ما نش متفادي من أي عطلة أي إن كان نوعها فقلنا هذا الأمر كيفاش فوزارة العمل تحركت ونسقت مع وزارة شؤون دينية ووزارة شؤون دينية أصدر باللي تعليمة باللي لا بد أن يعوض الإمام والقيم والمؤذن عن العمل في العطل الرسمية جاءت التعليمة ورحت المديريات لكن تطبيقها في الواقع لحد الآن مازال فنتمنى وإن شاء الله يكون عن قريب